من أكثر الحلويات المطلوبة بالبيت البقلاوة خاصة إذا كانت محشية بالفستق الحلبي والإشطاء كاملوا الفيديو لتشوفوا الطريقة بحتاج لأربعة معلقة كبيرة من السمنة ومعلقتين كبار من الزبدة رح أذوبهم بالمايكرويف لمدة 30 ثانية ولها الوصفة رح تاج لورق الفلو باستري ورح أدهنهم بالسمنة والزبدة وبعد رح شيهم بالفستق الحلبي طبعا فيكم تحشوهم بأي حشوة أنتوا بتحبوها مثل الجوز أو البندق وهلأ رح نشكل حبات البقلاوة ورح أشكلهم بها الطريقة وعند لفهم تأكدوا أنكم ما تضغطوا العجين كتير لحتى تحافظوا على شكلهم وأول ما تشكلوا حبات البقلاوة ويسيروا معكم بهالشكل رح أضغط الحواف لحتى ما يفتحوا معنا وقت الخبز بنحطهم بصنية ورح أدهنهم بالسمنة وبعدها بحطهم بالفرن وحمى مسبقا على درجة حرارة 180 ولما يتحمروا من جميع الجهات بيكونوا جازين وأول ما يطلعوا من الفرن رح أصب عليهم الأطر البارد وبحطهم على جنب لحتى يبردوا تماما بعدها رح أحشيهم بالإشطة العربية وبزينهم بالفستق الحلبي واستمتعوا بأطيب طعم وصحتانوا الفرن